عمان مرى على الثورة الجزائرية التي كانت منجزاتها سريعة على غير المتوقع اجبرت الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفريقة على الاستقالة طول حراك الشعبي ملف العهدة الخامسة لبوتفريقة في غضون اقل من شهرين لكنه تعثر في طي صفحة النظام خلال عامين من التظاهرات والفعاليات الاحتجاجية المستمرة لم يكن بوتفريقة يمثل النظام وانما واجهته السياسية بينما كان الجيش جسمه الصلب ولذلك تعطلت الثورة في تحقيق اهدافها واختفى من التظاهرات شعار الجيش والشعب خاوة وبرزت في مقابله شعارات حادة ضد قادة الجيش وعلى الرغم من ان ملاحقة المسؤولين ورجال الاعمال الفاسدين كانت من ابرز مطالب الحراك الشعبي منذ البداية الا ان بعض مكونات الحراك رأت ان ما تقوم به السلطة التي يمسك بزمامها الجيش ومن بعده الرئيس عبد المجيد تبون هو جزء من عدالة استعراضية متسرعة وانتقامية اكتوى بنارها الشارع المنطفد الذي لم يقتنع بمسار الانتخابات وعقب بسلسلة لا تنتهي من الاعتقالات والملاحقات القضائية للنشطاء والمعارضين والاعلاميين ذلك من اجل منع الحراك من الاستمرار بعدما اعاقه وباء كورونا من ان يستعيد عافيته حاليا يبدو ان رأس النظام يحاول مرة اخرى كسر الجليد بينه وبين الشارع الجزائري عبر اطلاق سراح العديد من النشطاء وحل الغرفة الاولى للبرلمان تمهيدا لاجراء انتخابات تشريعية مبكرة وبالعودة الى جردة حساب الحراك الشعبي في الجزائر تقول صحيفة اللوموند الفرنسية ان الثورة في الجزائر كانت تستحق مصيرا افضل لكن بالنسبة للحراك الذي بدأ في العاصمة الجزائر ثم انتشر في باقي انحاء البلاد يبدو انه مصر على الانتقال الى جزائر افضل تنهي عصر حكم جنرالات والفساد الذي اكل مقدرات الدولة اشتركوا في القناة